طبعا من خلال تجربتي مع ماما اللي ارحمها هي جاء لها المرض وخفت منه وبعد كده يعني حصل لها ارتجاع تاني فتاني مرحلها هي ما كانش عندها يعني الامل خالص كانت مستسلمة وبالرغم ان احنا كنا تقريبا بنعالجها بالنغير ما نقول لها ان هي رجع لها المرض بس هي برضو كانت مستسلمة لان هي كانت حاسة. يمكن لو كنت قلت لها كانت الامل رجع لها? لا يعني ماما كانت صعبة شوية في المواضيع دي فاعتقد ان هي ما كانتش هتنزل من البيت اصلا. يعني احنا كنا بنحاول طبعا. بس هي كان الموضوع بنسبة لها السلام لان اللي يعني هو اصعب ما في المرض ده بالنسبة للستات كمان ان هما بيفقدوا اعضاء من جسمهم فبيحسوا ان هما مش سبتات خلاص. فده بيأثر عليهم نفسيا جدا وموضوع الشعر طبعا. وفي نفس الوقت هما اللي بيدوق مرارة الكمية ومرة ما بيبقاش عايز تعالج منها تاني. لان هو بيبقى صعب جدا فعلا. فانا طبعا يعني قررت ان احنا نناقش الموضوع ده. وان يبقى العرض داعم لكل مرضى السرطان في مصر وفي كل الدول. واتمنى ان الموضوع ده فعلا يوصل لهم لان انا كان بالنسبة لي نجاح العرض ان مسلا لو في حد لقدر الله مريض بيتفرج على العرض يخرج عنده طاقة امل ان هو يخف ان شاء الله ويمارس حياته بشكل طبيعي. في نسك تير بشكل طبيعي.